شاهدينة ساعة دلواتي تسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمية تفضلينا شكرا لكي منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكدت مصر رفضها السماح بتكرار حوادث وحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد وأن تكرار مثل هذه الاستفزازات يقود من جهود تعزيز التواصل وحوار الأديان جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفية الذي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من نظيره السويدي الذي أعرب خلال الاتصال عن إدانة تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة في بلاده مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من مثل هذه الأفعال العنصرية ناحية أخرى تطرق الاتصال بين وزيري الخارجية إلى مسار العلاقات الثنائية والأوضاع في السودان وجهود مصر من أجل إنهاء الأزمة السودانية نشدت دول الترويكا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج الأطرف في السودان وقف إطلاق النار وإيجاد مخرج تفاوضي من الأزمة الرهنة وفي بيان نقالته الخارجية الأمريكية أكدت الترويكا ضرورة تسهيل الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة من الاشتباكات حتى تصل المساعدات الإنسانية المنقضة للمدنيين الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل وشيرة إلى أن توسع الاشتباكات إلى درفور تسبب في معاناة إنسانية كبيرة قال وزير الدفاع للتشادي إن بلاده لن تتدخل في الأحداث التي تشهدها جارتها النيجر كذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة مشيرة إلى أن مسؤول الدفاع فيها وضع خطة لعمل عسكري في حال لم يتم إعادة بازوم إلى السلطة في النيجر وذلك بحلول الأحد المقبل قال وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين إن الحكومة الأمريكية أوقفت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وقال بلينكين إن تقديم المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة وكرر وزير الخارجية الأمريكي دعوة بلاده لإعادة حكومة النيجر على الفور تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم اجتماعا في مدينة جدة لمستشار الأمن الوطني وممثل عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية وأعربت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الأراء والتنصيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين من جانبه قال أندريا يومارك مدير مكتب الرئيس الأوكراني ومبعوثه الرئيسي للمباحثات إن المناقشات ستكون صعبة في سياق متصل أعلنت الصين أنها سترسل المبعوث الخاص لشؤوني أوراسيا للمشاركة في المحادثات قال مسؤولون روسيون إنه سمع دوي انفجارات قرب جسر جريتش الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا وأشار المسؤولون إلى أن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على نقلة روسية هذا وذكرت خدمة الأنقاذ البحري الروسية في ميناء نورفريسك المطلة على البحر الأسود أن زوارق القطر انتشرت لمساعدة ناقلة التي تضررت ولم تعد قادرة على العمل بمفردها كانت سفينة حربية روسية تعرضت خلال الليل لأضرار جسيمة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة بحرية روسية في نورفريسك وهي المرة الأولى التي تظهر فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا عن السواحل البلاد جدت الخارجية التونسية رفضها القطع لما وصفتها بالمغلطات والشائعات بشأن تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين غير الشرعيين وأوضحت الخارجية التونسية أن الشائعات في هذا الصدد اتخذت شكل حملات وصفتها بالمغردة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع والتغطية على الجهود التي تبدلها الحكومة لتأمين الحماية والرعاية للمهاجرين مؤكدة التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البحرية والبرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببراءته من التهم الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إيساية تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية ووجهت إلى ترامب ثلاثة تهم جنائية إضافية في لائحة اتهام أصدرها الأسبوع الماضية المدعى الخاص جاك ثميت هذا ومن المقرر أن يحاكم ترامب في فلوريدا في مايو من العام المقبل بزعم أنه أخذ وصائق سرية في منتجعه مارلاغو ورفض إعادتها مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل